وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب مرحبا بك دكتور فالح وكما ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث السياسي العراقي حسين السبعوي مرحبا بكم وأخيرا ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الكاتب والباحث السياسي داود البصري نبدأ معكم دكتور فالح أطراف العملية السياسية يستعدون للدخول في معترك بشأن المناصب التي تدار بالوكالة هل ترى أن النفوذ الإيراني حاضرا في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم النفوذ الإيراني ليس حاضرا في هذه القضية حاضر منذ البداية منذ احتلال العراق هو حاضر وهو يؤسس لهذا الحضور بشكل كثيف وللأسف فقد أقام الاحتلال الإيراني بنية تحتية حقيقية للاحتلاله في ظل الحراب الأمريكية التي ساهمت ووفرت كل أنواع الدعم والحماية للتأسيس لهذا الاحتلال وهو احتلال كما أقول حقيقي وليس احتلال بالقواعد التي نشهدها من قبل الأمريكان إيران تحتل العراق فنعم هي من خلال دفعها الآن تتحكم إيران بمفاصل كثيرة جدا في السياسة والاقتصاد والأمن في العراق تحت ظل العملية السياسية للأسف طيب أنتقل بالسؤال إلى أستاذ حسين سبعاوي أستاذ حسين بداية إيران بنفوذها هذا وسيطرتها على تقليد المناصب المهمة في الدولة إلى مؤيديها هل تعتقد أنها ستنهي أيضا النزاع على المناصب في العراق أعتقد أنه الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي هيمنة واضحة لا لبت فيها نعم ولا يمكن لأي جهة تستطيع أن توقف الهيمنة الإيرانية على العراق ولا أيضا ولا يمكن لأي مسؤول عراقي أن يكون له موقف سلبي من النفوذ الإيراني في العراق ويبقى في موقعه أو في السلطة وبجليل ذلك أنه السيد العبادي عندما له بعض التصريحات البسيطة ضد إيران أو يختلف عن مزاج إيران ما استطاع البقاء في دورة ثانية إيران مهيمنة هيمنة كاملة على القرار السياسي والعراق والقرار الاقتصادي وإضافة ذلك القرار الأمني أيضا مهيمنة عليه فإيران داخلها بجميع مفاصل الدولة وهيمنة واضحة ولكن الإشارة هنا ما كانت هذه الهيمنة أن تكون لو لا الرضا الأمريكي ولهذا سبب أن يختلف مع بعض التقرير ذاكم الذي أشار أن هناك حربا بين إيران وأمريكا وهناك تصعيدا لا يوجد أي تصعيد هذا التصعيد فقط كلامي والاستهلاك الإعلامي وما كان لإيران أن تكون في العراق لو لا الرضا الأمريكي أستاذ داود البصري إن كنت معنا مرحبا بكم أهلا وسألنا أستاذ داود هناك الكثير من المناصب تدار بالوكالة منذ زمن نور المالكي برأيكم هل هذه ربما تكون محاولة من أذرع إيران لتشكيل دولة عميقة في العراق لا شك أن إيران هي حاملة المفاتيح الكبرى بالدولة العراقية الراهنة ولا شك أن العراق اليوم تحول مع كل الأسئلة إلى ما يمكن أن نسميه بعراق العجم لأن السيطرة الفعلية هي الأحزاب الإيرانية والجماعات الإيرانية والأشخاص المرتبطين ولائيا وفكريا وعقيديا حتى في إيران حتى الطرف الآخر الطائفي استطاعت إيران أو استطاعت النظام الإيراني أو استطاعت قيالات الحظ الثور الإيراني أن تجلبها إلى جانبها عن طريق الإرهاب وعن طريق التلغيب أو الترهيب لأن هناك مزاج سلطوي رئيسي يطل في خدمة النظام الإيراني الإيران العراق الآن هو الملعب الخلفي والحديقة الخلفية النظام الإيراني يلعب فيه كيف ما يشاء والمناصب طبعا لا بد أن تنال موافقة السفير الإيراني لن يمر أي منصب ولن يمر أي مشترع ولن يمر أي ملف في العراق إلا من خلال موافقة وعيون ورقابة قيادة الحرص الثوري من خلال السفارة الإيرانية الإرهابية التي هي مقاط إرهابي تابع للحرص الثوري هذه هي الحقيقة والولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كبرى لأنها التي أدت في العراق إلى هذا الطريق ولأن الولايات المتحدة هي التي تشارك إيران في جعل العراق حديقة إيرانية مع كل الأسب أما ما يتفوه به وزير الخارج الأمريكي أو حتى رئيس الأمريكي مجرد أقوال والدعاءات لا أساس لها ميداني ولا وقعي لأنه لو أردت الولايات المتحدة قطع العراق الإيرانية فإنها خلال أسبوع واحدة حتقدت تصريحة نظر العراق لكن لا هناك مصالح وتخدم طيب دكتور فالح اتلاف النصر يقول أن مزاج طهران هو الذي أطاح بحيدر العبادي ولم يجدد له الولاية الثانية من الذي اختاره في بادئ الأمر وهل سبح حيدر العبادي عكس التيار ورمى بنفسه في أحضال ولايات المتحدة الأمريكية كما يشاء فعلا لتغيره إيران وأطاحت به يعني إيران بسبب تحكمها الكل في مفاصل الدولة لو تجد الدولة للأسف بتحكمها فيما يجري في العراق الآن فهي شرية الحساسية لأي رد فعل يصدر من هذا الطرف أو ذاك طبعا حيدر العبادي حاول بسبب تناطح الرؤوس وكثرة المضاربات والمصالح المختلف عليها حاول أن يعني يبرز بعض الأدوار البسيطة أو بعض الآراء البسيطة لكن إيران لا تحتمل هذا الطرف وإيران تحاول أن تقمع أي طرف يحاول أن يعني يشوش عليها عملها في داخل العراق وتريد من الجميع السكوت والصمت التام عن كل ما يجري داخل العراق طيب سيد حسين السبعوي كلام دكتور فالح ربما يدفعنا إلى السؤال عن نفوذ الولايات المتحدة وإيران في العراق أيهما أكثر سيطرة على مجريات الأمور السياسية في العراق يعني إذا تسمحني بس أكو تشويش لأنه كالتقرير أي تشويش بالصوت إذا بس أتعد السؤال وتقطع الصوت يعني الآخر طيب هل تسمعوني الآن بشكل واضح؟ طيب ننتقل إلى الوستاذ داود البصري أستاذ داود إذا ما تحدثنا عن النفوذ الإيراني والأمريكي في العراق أيهما أكثر على سيطرة على مجريات الأمور السياسية في العراق تأكيد مفاتيح العملية السياسية في العراق ومفاتيح السلطة وكل شيء في العراق والإدارة بيد الإيرانيين لا شك العراق الآن جمع أسلب سابقا عراق العجب مزرعة إيرانية واضحة ويكذب أني هو العكس هذا الرأي الآن كل شيء في السلطة من الرئاسة الجمهورية إلى رئاسة البرلمان إلى رئاسة مزرعة كلها تابع لإيرادة الإيرانية كل هذه الأثماع وكل هذه الشخصيات لم تأتي إلا بموافقة ورغبة إيرانية ملحة ولولا الرغبة الإيرانية ما تحقق كل هذه العملية وما وما وصل هذه عناصر إلى السلطة يعني الرئيس العراقي مثلا لم يأتي إلا بوافق إيران برهم صالح وحتى الحلبوس الحلبوس بعد أدلب بالولاء الحقيقي لإيران طاعد يكون رئيس برلمان أما ابنك فلحة عبد المهدي فهذا عريق عريق وهذا من تحاصل الثوري أيضا وهذا أيضا إرهابي لو طحت ادعاية الأمريكية أو وضعية الأمريكية فأول من يطبق عليها القانون في الإرهابي هو عبد المهدي لأن هناك أبدام موثقة تؤكد مشاركتها مارسات إحاصل الثوري وإستعراضاتهم في داخل العربة الإيرانية أيام الحرب العراقية الإيرانية وما بعد لذلك فكل أمور الآن في إيران قلبا وقالبا من المرجعية الدينية وحتى أصغر ترطي هذه الحقيقة نعم الساحة حسين هل أنت معنا هل تعتقد أن إيران تستطيع أن تجعل العراق حديقة خلفية لها للهروب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها واستغلال النفوذ الذي تمتلكه في العراق نعم بالتأكيد هي جعلتها حديقة خلفية اليوم أنه العراق الذي حد إيران 1300 كيلومتر مع هيمنة إيرانية كامل على الاقتصاد العراق وعلى مفاصل الدين فبالتأكيد جعلتها حديقة خلفية وتستطيع أن تتملص من جميع العقوبات وأيضا أكرر وأقول أن أوليات المتحدة لها رضة في هذا التملص من هذه العقوبات لو كانت جادة في عقوبات إيران ما كان سمحت لها وكان باستطاعتها ضبط الحدود من خلال قوات ومن خلال رادارات هي تدرك كيف تستطيع أن تضمط الحدود لكن تريد أنه تنأى بنفسها وتعتبر أنه العراق وإيران السبب في أنه تخفيف العقوبات أصلها هي عقوبات وهمية لا قيمة لها لأنه الولايات المتحدة هي من فتح واستخنة العراق من العقوبات الإيرانية بل أغلب دول الجوار الإيراني لا يمكن استثناءها لو كانت الولايات المتحدة جادة في عقوبات إيران اقتصادية أكيد العراق أعتبر حديقة الخلفية لإيران دكتور فالح هناك أنباء تتحدث أن وزير الكهرباء استعانى بشركة إيرانية لنصب محطة كهرباء في كاركوك هذا الاتفاق يتعارض مع عقود شركتين سيمينز وجنرال إليكترك مع الحكومة كيف تفسر هذه الخطوة يعني هذا نفسرها في ضوء ما تم الكلام عننا الآن سواء مني أو من الضيوف المحترمين إيران تستحوذ على على مفاصل كثيرة في الاقتصاد العراقي وخصوصا مفصل الطاقة الطاقة الآن بالفعل إيران متغرغلة فيه وتستطيع أن تقول أن إيران تتمكن من فرض شروطها وما تريد على الإراقيين دعك من الجودة ودعك من القيمة الفعلية المهم أن تعقد الصفقات والمهم أن إيران تحصل من خلال هذه العقود سواء كانت عقود وهمية أو حقيقية تحصل ما تريد وتنفذ من أي عقوبة وإن كان العقوبات لا يمكن النظر إليها بجدية لأن الولايات المتحدة الأمريكية خلقت هذا الواقع في العراق وهي تريد أن تحتكم إلى الآن يعني هكذا طريقة أمريكا تخلق واقع معين ثم تريد أن تحتكم له إليه الآن وبالتالي العراق للأسف مجبر ربما لفترة قادمة يعني ربما في المدى المتوسط على أن يبقى مرتهم بالخيار الإيراني إذا بقت الولايات المتحدة على موقفه في العراق خلصا في موضوع الطاقة وموضوع المواصلات وأمور أخرى كثيرة اقتصادية أستاذ داود ما أشار إليه الدكتور فالح والوضع الاقتصادي في العراق ألا يدخل العراق في سلسلة من مطالبات قانونية تكلف العراق ملايين الدولارات كتعويضات ألا يدرك الوزير ذلك أم لا لكن هناك أمور سياسية وإرازات سياسية ومالحقات سياسية أقوى من مقودة الوزير وحتى إدراك الوزير الآن النظام العراقي متورط حتى سوالة مع النظام الإيراني ولو كانت هناك كما أثلف الأخوة المجاركين الكرام لو كانت هناك إرازة أمريكية فعلا كانت وضعت حدا لدي هذا العبث الذي يجري البنوك العراقية والمؤسات المائية العراقية وعمليات تحويل الأموال كلها مربوطة بإدارة لحظة الزورة الإيرانية وكل قصة الإيراني الآن ضحية ورهينة الإيرادة الإيرانية هذه هي الحقيقة أما إدراك الوزير أو عدم إدراك هذا أن يقدم ويؤخر لأن هناك إرادة سياسية تقول وتؤكد على تبعية النظام القائم في العراق الآن إلى النظام الإيراني وأن استقرار العراق واستقرار النظام القائم في العراق مرتبط أيضا بمشيئة ورازة النظام الإيراني لذلك لا فائدة من أي كلام ما لم تجري هناك عمليات تغيير حقيقية وظرف في العمق الإيراني ما لم يضرب النظام الإيراني في العمق ظن يتغيير الوضع العراقي مع الأسف أن العراق كابع لإيران استاذ حسين سبعاوي لو نأخذ مجالا للتصريحات على سبيل المثال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو قال إن الحرس الثوري الإيراني يتحكم بما قيمته عشرون في المئة من الاقتصاد العراقي هل تعتقد أنه قد تم ذلك تحت عباءة أمريكية بالتأكيد أعتقد ذلك عد ما يقول عشرين بالمئة بمعنى يساوي ما يقارب ثلاثين مليار سنويا هذا معناها أنه الهيمن الإيراني على الاقتصاد العراقي كاملا ولكن السيد بومبيو عد ما يصرح بذلك أليست هناك موافقة أمريكية على هيمن الإيراني على هذا الأمر وإن كان جاد ماذا عساه يفعل ماذا عساه فاعلا الآن أنا أعتقد السيد بومبيو هو غير جاد مجرد يعطي تسريحات وأرقام لكنه هو لا يوجد لديه سعل على الأرض لإيقاف المدى الإيراني سواء في العراق أو في المناطق الأخرى وهناك أنا أعتقد تنسيقا إيرانيا عاليا المستوى للتمدد الإيراني في العراق وفي المنطقة وتحيش المنطقة وتشحل هذه المنطقة بالحرائف وتتفرط عليها الولايات المتحدة والخاصة الأكبر هو العراق والعموم العرب من هذه الحراكة إلى إيران وما الحرب الإيرانية العراق الأمريكية ما هي إلا حرب كلامية وإحلامية دكتور فالح إيران بسيطرتها هذه وبعد إلغاء التأشيرة بين البلدين أعلنت عن زيادة صادراتها إلى العراق لتصل إلى أرقام غير مسبوقة طيب الحكومة في بغداد ألا تخشى بعد هذا الأمر أن تقع تحت طائلة بند العقوبات الأمريكية؟ يعني أخشى أن يكون الأمر مفهوم من قبل ساسة المنطقة الخضراء هم يدركون جيداً أن أمريكا غير جادة في فرض أي عقوبات على إيران وكما قلت قبل قليل الولايات المتحدة كقوة احتلال هي من صنع هذا البعبع الإيراني يعني كل ما نشاهد في العراق الآن هو عبارة عن منتج أمريكي مية بالمية وبالتالي وأنا قلت سامحني للإعادة طريقة الأمريكان والغربيين أنهم يقيمون الأمر الواقع ثم يحتكمون والآخرين إلى هذا الأمر الواقع ويبدأون بالتفاوض والمراوغة حوله ويقولون هذا أمر واقع لا يمكن أن نفعل شيء أزاءه يعني مرت إيران بثلاث مراحل في العراق ثلاث مراحل تمكنت منها من إحكام سيطرتها على العراق وتحت سمع وبصر احتلال الأمريكي المرحلة الأولى كانت عندما تم تهديم البنية العلمية والصناعية والاقتصادية في العراق تهديم كامل وهي إيران شهدت تهديم دولة معادية لها مجانا الأمر الثاني تم نقل كل محتويات الصناعات العراقية والقواعد الاقتصادية في العراق كلها تم تهريبها إلى إيران كخردة أو مجانا المرحلة الثانية عندما تم في مرحلة جورج بوش تم أعلى مراحل التنسيق الأمني طيلة فترة حكم مجرم الحرب بوش تم تنسيق أمني كامل بين إيران والعراق وأسلست إيران لميليشياتها داخل العراق عبر مستشارين ووزارة الداخلية وفرق الموت وغيرها أما المرحلة الثالثة وهي الأهم فكانت مرحلة باراك أوباما حيث تم لإيران استثمار كامل لما يسمى المفاوضات النووية تمكنت إيران من الحصول على العملة الصعبة وتمكنت أيضا من الاستحواذ على المصارف العراقية والعملة الصعبة في العراق وبالتالي أحكمت سيطرتها اليوم العراقيين أو الساسة اللي يحكمون العراق الآن لو هم متأكدين أن الولايات المتحدة طبعا هم لا يريدون أنت هنا في هذه الحالة ينقصهم الإرادة والرغبة لا إرادة ولا رغبة عد ساسة المنطقة الخضراء في مواجهة إيران لأنهم يعملون لصالح إيران ولكن فرضا جدلا لو أنهم يعرفون أن الولايات المتحدة جادة في معالجة الوضع الإيراني لكان أمكن لهم أن يقفوا ويشربون حليب السباع ويتمتعون بشيء من الشجاعة ولكن هذا لا يحصل أبدا نعم كان معنا مشاهدينا في استودو الرافدين من أصل الكاتب والباحث السياسي الأستاذ داود البصري شكرا لك وشكر موصول أيضا إلى السيد حسين سبعاوي الباحث السياسي العراقي كان معنا عبر الهاتف أيضا من إسطنبول ونشكر ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا